السلام عليكم و مرحبا بكم بقناة مطبخ قامر نرحب بكم كامل و مرحبا بكم عندي في القناة اليوم حضرت لكم البريوش بمقادير بساط و موجودة في كل بيت و درق نخليكم على المقادير و الطريقة تحضير بسم الله على بركة الله المقادير نحتاج 150 ملي الماء دافي 150 ملي حليب دافي زوج معارق كبارة الخميرة الخبز ثلاث مغارف كبارة سكر حبا بيت درجة الحرارة المطبخ شوية الملح زيز تحب البرتقال تشينا الزوج مغرفة كبيرة مغرفة كبيرة مغرفة كبيرة زيت و الفارين على حسب الحاجة و الزوج نظروا طريقة التحضير نضيف ماء و الحليب و الخميرة و مغرفة كبيرة و مغرفة كبيرة نخلط الخليطة و نغطيه و نخليه 10 دقائق بعد ماء نوسيق المرق ثوبة مع الزيت نضيف نكمل الكمية على السكر هنا حبا بيت نصف نضيف الملح و زيز تحب البرتقال ندخلط الخليطة و ننظيف الفارينة تدريجيا هنا حوالي حوالي رفقت لي 300 غرم يعني مع الفارينة رحوا بالعقل والعجينة من حوزها تلسق و لا تكون قاسها يعني تكون طريقة كبيرة نستعمل كبيرة كبيرة ندخل الفارينة بالعقل حتى نتحصل على العجينة اللي نحوز عليها نغطيها و نخليها تخمر هنا بعد ما خمرت لي نوسيقى و هنا عندي سنيوة تعني نوسيقى هذه البريوش كنت فرشت له بابي كويسون سنيوة كانت عندي كاغي نحن نحتاج صفات ربيت وسيتل مغرفة صغيرة الزيت و شوية ملح هنا سكر حبيبات يعني لما عندكم شهد سكر ماشي مشكلة ديروا سكر عادي هنا بالنسبة للحشو ديرت نوكلا و نمتوما الشيكولة اللي عندكم تعالى ديروا هكذا ولا هذك اللي فرميسة شوكولة يعني الشيكولة اللي تكون يعني الشيكولة هكذا هنا ينوسيقى 16 قطعات ليبول يجيو حجمهم صغر يجيو شابين متحوفين هناك قطعة 16 ليبول نبدأ نشكلها فيها نحلها نبسطها هكذا غير بيدي ما نحتاج لحل الأولو كما كنت شوفوا العجينة العجينة عفوان عي هشة نوسيقى هكذا بالفرشيتة نطق بها مليح بالفرشيتة باش تجيم هوية من الداخل و الوسيقى هكذا مغرفة صغيرة هكذا نغلقها مليح باش ما تنحلش باش تنحرق لي الشوكولة في الفرن هكذا نغلقها مليح و نحطها بسنية هاي نزيد معكم واحدة ثانية ثالثة حتى نكمل كاعدك 16 قطع يعني نعم اتركت و نعم 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 و نعم نعم اصدق نعم 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 الزيارات سوف نعيم الملح ملح والسكر ونقوم بمكس حتى ننزل نضيف الملح ونحن ننخمر نقوم بصمد نتقل بصمد نقوم بصمد اضافة سكره بيبات اضافة سكر اضافة سكره بيبات ثم نشعل البرد 180 درجة ندخل البريوش ويضع هذا اللون يطور في الكيخ من بصحف الطياب يضع هذا اللون شباب نضع البرد نتشاهد نتمنى نشاء الله اشتركوا في القناة نشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته